إذن في عنا هون. هاي الحالة بنسميها كيس. في كيس تانية راح نحكي عنهم. بس هاي الكيس اللي هي هاي. انتهينا من الكنتك. ما عم بحكي عن الكنتك. ريتد سبيد. أتيند. أتيند يعني. ولشخص هي أتيند فري هاي ليفلز. يعني وصل لمناصب عالية. إذا هاي هون. ريتد سبيد أتيند. وصلنا للرييتد سبيد. هاين وصلنا للرييتد سبيد. كانت الدستانس كافية لدرجة اني اوصل للرييتد سبيد وامشي عليها فترة. في بعض احيان راح تكون الجرني قصيرة. بحيث اني ما لحة اوصل للرييتد سبيد. راح اوصل هون. وارد اضطر. انزل. هاي مشكلة تانية راح نحكي عنها بعدين. بس احنا راح نترض انه بالحالة هاي rated speed attained. اذا اذا اكبر من او تساوي A square B بدون اثبات زائد V square J على A J. اذا هذا الشرط متحقق. اذا كانت المسافة اكبر لحظه اكبر. اذا كانت اكبر من هاي القيم اذا هي بتعتمد على ايش؟ طبعا بتعتمد على قيم من J. مين J يعني؟ هاي احنا الجي المنحكي عنها. وهاي الاكسلرايشن المنحكي عنها. اذا بدك A rated و J rated مجرد. وهاي ال V اللي منحكي عنها. وال D طبعا اللي ايه هاي. هاي D المسافة هاي اللي قطعناها من هون. اذا كانت D اكبر من هون اذا then rated speed will be attained in this journey. وبكون الزمن T total total time هو D على V زائد V على A زائد A. بدون اشتقاق. ما راح ادخل بالاشتقاق. وهذه المعادلات راح اطيكم اياها. اذا طبعا راح تعطيكم هاي المعادلات. اذا الحالة هاي بتقول اذا D كانت اكبر من هدول القيم معناها راح نوصل ال top speed. على اقل حتى لو ما وصلها يعني حتى لو بوصلها هون بضل عليها و بعدين بروض بنزل مرة تانية وبهاي الحالة بكون الزمن اللي باخده هو D على V زائد V على A زائد A على J. اوكي? هلا نسأل سؤال على هاي. لو انا في مكان معين استطعت بطريقة معينة ابدأ على top speed. في عندي distance بدي اقطعها 20 متر. لو بديت على top speed كنت انا ماشي على top speed. وانتهيت على top speed. هذا طبعا ما ممكن يسير في الواقع. بس احنا نظريا ما نقول. لو عندي مسافة مقدارها 20 متر. وانا السرعة تبعتي مثلا خمسة متر بالثانية. قديش راح تأقطع حتى اقطع هاي المسافة لو ما عملت acceleration and acceleration. هاي تذكروها مهمة راح نحكيح فيها بعدين. بس انا فعليا ما بقدر اعمل هيك. ليش? فيه ضريبة لازم ادفعها. الضريبة هاي الزمن اللي اخدته حتى اتباطع والزمن اللي اخدته حتى اتصار. وما بتباطع كمان ما عمالي انا بطلع مباشرة. فيه لسا جيرب كمان. فاثر الجيرب واثر الacceleration راح نزيد الجيرنى هاي تبعتي. قديش راح تسير الجيرنى? خلينا اخد مثال رقم. لو كانت تي عندي هون بتساوي عشرين. دي عفوا. لو دي توتل كانت عشرين متر بدي اعقع مسافي مقدارها عشرين متر. وفي بتساوي اربعة متر بالثانية. وخليه نفترض انه عندي اربعة اربعة ستاش. هاي بالزبط راح تكون اتين. تخلي هاي اربعة وعشرين. واحد متر. ايش وحدتها? ثانية تربيع. وجي. طبعا انا لو بقول هون جي و اي هدول اللي نعمل الفحص. اي واحد و جي واحد. اذا اي في جي واحد. في قديش? اربعة. زائد ستاشة قديش? عشرين. عشرين اقل من اربعة وعشرين. اذا اربعة وعشرين اكبر. اربعة وعشرين اكبر من عشرين. كديش الزمن راح ياخدني? راح تكون اربعة وعشرين على اربعة. زائد اربعة على واحد. زائد واحد على واحد. اربعة واحد اربعة واحد. خمسة. خمسة وستة. ده عشر ثانية راح تاخد. طب لو انا ما اضطريت نظريا اطباطة او اتسارة. لو انا بديت وانتهيت بالتوب سبيد. كديش كان مفروض انها تاخدني? اربعة وعشرين على اربعة? ست. في الثواني. قديش دفعت ضريبة التوقف? خمس ثواني. هاي ما نسميها تاكس. ضريبة عم ندفعها. لانه كل مرة بطر رواقف عم بتكلفني خمس ثواني.